أهلا وسهلا بكم من جديد بما أنه بعدنا نحن بأكتوبر الوردي ما خلصنا لسه لسهتنا بنحتفل بأكتوبر الوردي في قررت شف ألاء فاريوقة أنها تعمل اليوم كيكة لهذا الشهر باللون الوردي أهلا وسهلا ألاء أهلا بكي صباح الخير أول شيء ليش أنا كتير حبيت أعمل هذه الكيكة لأنه حسيت كتير في ناس من الناس اللي حوالي ممات وهيكا بفضلوا أنهم ما يعرفوا أو أنهم يعملوا فحص عشان سرطان الثدي خوفا لأنه كلنا منعرف أنه هو شيء عن جد صعب فحبيت أنه من خلال هاي الكيكة ويكون في فقرة زي هيك أن شجعهم أنه دائما الفحص المبكر عن سرطان الثدي يخلي فرصة الشفاء تكون كتير أكبر الله يبعده عن الجميع ويحمل كله يشفي كل حدا مصاب عن جد من كل قلبي إذا أنتوا تقدروا عن جد افحصوا وأقرب الناس لإلي هاي الرسالة لإلهم هم يعرفوا حالهم لأن كل حدا يحاول أن يبتعد عن الفحص صحيح الله يحمل جميع آمين يارا إن شاء الله وكل ست أكيد واعية ولازم تكون تعرف أن الفحص هو الطريق للشفاء صح أكثر من أنه أستنى وأقول ما رح أحقني زي ما قلت أنت ما أعرف أحسن لا أعرفي لحتى تأخذ العلاج وربنا هيك يحميك يرجعك لبيتك أكثر من المئة حسنًا دعنا نرى هذه الكيكة التي عملتها اليوم سأقوم بها بشكل جمالها بعشوائيتها الخشب سيكون رسمته عشوائية الآن عالم التزيين كثير أسهل لأنه صار فيه أدوات أصلاً مختصة تسهل كيف الواحد ممكن أن نعمل الخشب ومنها اللي هي هاي السيكون مات اللي هي اللي بتعمل رسمة الخشب على الكيكة نختر طبعاً اللون الوردي عشان إحنا إصلاً ببينك أكتوبر هدا رح أفرجيكم كيف فيه طريقتين نقدر نغلب فيها الكيك كلياته سواء كان دائري أو كان مستطيل أو مربع فيه طريقتين ممكن نغلب فيها الكيكة الطريقة الأولى والتي هي أنه نفرد العجين ونحملها زي ما هي ونغلب الكيكة فيها بهذا الشكل الطريقة الثانية والتي استعملتها بهذه الكيكة هي أنه نغلب كل واجهة لحال كيف يعني كل واجهة لحال؟ الطابق الفؤاني لحال لو كانت دائرية دائرة فؤانية لحال والجناب بيكونوا لحال كل وجه يعني كل وجه من وجوه المربع أو المكعب لا يكون لحاله يكون لحاله مضبوط وطريقة اللون الزهري اللي أنا حطيته هون هو بنفس طريقة الترخيم بين اللون الأبيض واللون الزهري استعمدت أنه يكون اللون مش مخلوطه منيح مرخم بدك يا اه وتعمدت شغلة ثانية واللي هي أنه بدي العجينة تكون شوي ناشفة عشان بديها تكون مشاقة عشان الخشب بيكون شوي مشاقة فأنا ما بخلطهم سيعت حقيقة أكتر ايوه اه فأناك ما بخلطهم منيح شب كيف بظل اللون يا سلام بعدين بدي أفرد النشا دام بضاني أحكي أنا بفضل إنه الواحد يستخدم نشا لما يجي بدي يفرد عجينة السكر مش يستخدم سكر بودرة السبب إنه سكر البودرة بنشوفها أكتر وملمسه كتير قليل يتلاقي سكر بودرة بودرة يكون كتير ومنبدأ نرؤها شو بحب هاد اللون أنا البينك وانه اللون مفضل يا سلام يا روان حلوة كمان لمشح بنك وأبيض هيك بهذا شو كيل تريفي حتى كيك تيك أنا إلها دلالات تانية يعني غير إنه اللون البينك والبينك توبر أو أوكتوبر كمان الخشب كيف نحنا الشجرات هاي اللي بتكون هيك زمان وإحنا علمونا بالمدرسة كيف شجرات هاي كل ما هاي العرق العرق هذا بتبين عمرها وقده صلبة دائماً الستات بيكون هم فيهم صلابة وقوة بالعكس بيكون عندهم قلب رهيف زي ما بقولوا ما أحلاكي أحلى دلالة قلبها صلبة عن جد وقده بتكون بالمقابل قلبها بتخاف عقل إشياء بتخاف أولادها فكرة من الأسباب مش بس خوفة حالها هي الست بتكون خائفة أولادها هي بصلابة الشجرة وبيعني هيك برقة رقة الزهر يعني اللون بلا مية بالمية هلا أنا رح أختار الشكل اللي بحسه أحلى وبما إنه عشوائية مسموحة بهاي الكيكة رح أختار الجهة العشوائية أكتر هي اللي أحطها تحت لأنه هي رح تطبع تتبين بعدين بروق الأطراف علي عشان الرسم اللي تحت تطبع على العجين أنا بس أرفعها بفرجيكم كيف روان بدي عزبك بدي شوية مي مي أكيد هاي مي حط لك يهم بي كاسة قطية والشكل اللي تحت بدي يكون مستقيم رح أقصه مفاجئة شمبينة هاي وهي دع أفرجيكم كيف بتصير الرسمة بهاي البساطة في واحدة من حلقاتي على رؤية شكرا روان أهلا حكيت كيف ممكن تعملوا هاي الرسمة تعت الخشب من دون ما يكون في الآلب لأنه ممكن إنه حدا ما يلاقيه أو إنه حدا بشتغل بهذا الكيك لماذا أجيبه وأنا رح أشتغلها بس مرة واحدة وهي عن طريق أنه نرسمها بالإكزاكتونايف والأدوات تعون التزيين بالمي مع شوية سي أم سي ممكن أو ممكن بس مي لحالها لأنه سكر بيدبق بالآخر بعد ما ينحط عليه مي بدنا نلزق الجهة اللي هي ضلط مكشوفة عندي شكرا لحنين صبح عم تعيد علي حبيبتي حنين حنين أختي رصغيرة يعني صداقة عمر حنين شكرا كثير كثير يا حنين حبيبتي الله يسعدك يا رب بهذا الشكل مش مشكلة إذا كان في عندي أطراف طالعة أحنا برجيكم كيف ممكن إحنا نخبيهم من دون ما يبين هذا الحز كيف كل الكيكة مون بين ولا يحز بهذا الشكل ما بدي يعني أختي رصغيرة بأس سكر عم بيقول لي عبدالله اه ايش في عبدالله اه اوكي تفضلي ألا أسك أسكي قولي أختي رصغيرة لا بقول إنه هي يعني زي كأنها أختي رصغيرة أحبي المعزة والأهيك محبة والله أنتو بتنحبه صراحة حبيبتي الله يحبك يا رب ويعزك يا ألا هلأ كنت أدعم بحكي إنه كيف إنه هدول الأشكال هلأ كيف هنراح نخبيهم ومش مشكلة إنه يكون فيه أشكال إنه هيك الزوايا طالعة لأنه زي ما حكيت العشوائية بهاي الكيكة حلوة لأنه في الخشب او لأن الخشب عشوائي هيك هاي هي طريقة الليهي إحنا نغطي وجه وجه كل الوجوه هيك غطيتهم بعض الطريقة مسكت العجين وحطيتها على واحدة من الزوايا كتير ضروري إنه أنا ما أضغط بالأداة اللي هي بسميهم كوي علشان ماي تتروح الرسمة أو بإيدي إنه أنا بدي إياي يضلوا في رسمة الخشب نقيم كل الأطراف كتير حلوة الفكرة كتير نقيم اللي تحت لأني كنت تشتغلي بالكيك وكنت تشتغلي بالكيك أه تعرفي قديش إنه كل ما كان فيها تفاصيل بحب أد ما بتكون اللواء أكتر أكيد أكيد زي اللي بيعمل لوحة يعني زي اللي برسم زي اللي هيك مرات من كتر ما هي بتتلاقي اللوحة اللي برسمها الواحد غالي عليه بدوش يبيعها بدوش يبيعها تخيري بعدين لما أحدهم من الزبائن هيك بيبعث لك صورة وهم عدين عم بيقسموا الكيك تكونوا كيك كتير أحزنت قوي حسنا شوفوا كيف هدول هون الزاوية هاي كيف هيك مبينة أنا بدي أحاول أغطيها بطريقتين قولوا هاي الجهة اللي أعملتها مبارح نشفت شوي إذا كانت لساتها طرية بيكون أسهل طريقة الأولى اللي هي إنه إحنا نجيب نفس المات وأحطها على الحز اللي أنا بدي أغطيه وبأصبعي بس أعمل هيك عشان أضيع الرسم الافتكاء أعويت إيه روح اللي هاي إيش بسموها الالتقاء نقطة أيوة نقطة الالتقاء نقطة الالتقاء نقطة الالتقاء بهذا الشكل أعملها مساج أيوه منريح الكيكة شوي آوالله هيك بيكون إختفى ليس كثيرا لأنه هاي ناشفة ولكن إذا كان مش ناشفة بيصير بالضبط زي كل الأطراف هاي ما بيبينه والطريقة الثانية واللي هي عن طريق الإكزاكتو نايف ممكن إحنا نبلش بس هيك نخطط زي عروق لحائل الشجر طرق لا لا لسا لسا كيكة وهيكا قدنا وإحنا قطعناها وکامشه إلى كيكة عشان نعمل الشبرة type אם الراق إسمع لزاكر اشتر أخترت لون أغمأ قليل أم وهلأ بدي أعمل اللي هي الربن تاعت شعار أكتوبر بنك أكتوبر آه بدأت أعمل الربن حتى أنت يعني هي كلاب اليوم مع آه هاي المرة بالعمدن حتى شعرك فيه بنك وكلك اليوم صح بس اليوم اللبسة بالعمدن المرة الماضية كانت مش بالعمدن أعمل شيء خريف خريف هلأ متلاقي أدوات الكيك متوفرة كثير صح آه هلأ أسهل يعني قبل فترة كان مش كثير هم تهيالي لما أنت كنت تشتغلي بالكيك ما كان صح يعني مش هلأت زمان يعني ألأ يعني هلأ زمان هلأ هي سنتين يعني أوكي يعني ماشي لما سنتين صاروا الأشياءات مقدرين ما كانت متوفرة آه ما كانت كنت أشتغل في الكيك ما كانت يعني تقصك عشان عد ميلادها بتقرريها عشان ريكي شايفت بتلمح أني عمي يعني يعني بعجز أيام زمان أيام اللولو أيام نفس الشيء أيام زمان أول ما بلشت برضو كان عن جد ما في شيء كان صعب أصدق من بلشة عشرة سنين سيصير آه آه هشوفوا كيف أنا بس عملت مستطيل دفعيكم كيف بتكون اللفة حتى يعني حتى مائستها يعني هيك بس قصيتها بالمشرك بعدين بلف به أنا هيك يا ألا لما كنت أشتغل ما كنت شئيس إشي كله عشوائي آه زي الشجر ما هل فيه أشياء اللابد اللابد القياس فيها عشان بثي ضرورية لا بس لا هاي الأشياء اللابدها قياس كنت ما أحب يعني ممكن أشتغلها بس ما أستمتع في الشغل فيها أبدا آه والله أنا أنتي الأبنة كمان تحب الليل فأنا متأكدة أنم كان شغلك كليات بالليل؟ بالضبط ألا أنت عفكرة تقرأي الأفكار تماما هلا بدي نشوف كمنا اللزقها أنا لأنه زيك مشان هيك أنا أشتغل بالليل وهيك أنا ما حدا أوجع لراسي ولا أسمع صوت أيها بالضبط مع نفسي هذا هو طبعا برضو راح ألزقها بي شوية هيا حبيبتي هيا محطوطة قدمنا وراح ألزقها نشوف المكان الموقع الصحيح ما هي ملاء أو ملاء أريد أن ترفعها من فوق عند أيها رفعي كمان كم تريد تتو لدبال هذا الشغل؟ كثير لكن حلو حلو يوغا يعني وهذا ما أظن أحكيه تفكر كثير فيه واحد بيعمل تفكره وبيشتغل مدين رح أزيين هيك بس بشوية وردات فيه نكاشات أسنان أشوف لك إذا فيه بيكون كتير أسهل إن إحنا نثبت فيهم أو منقدر نثبت بي أو شو اسمه منقدر نثبتهم بشوكولت يعني الطريقة الأسهل وهيكا الكيكة تكون بسيطة سهلة ويكون خلصت وقعت وقعت بيشارة وقعت الربن ربن هاي ايه انتحرت ايش بي مش عم تأعبدها اشي ممكن تسبك ايه نيحة بسبعينة هيك البودة تمام ها ها سمع طيب هو لو في عود انا هذه المرة جبت عواد عودة كرنان اوه اسهل عودة كرنان طبعا إذا كان حدا عم بيعمل شكل زي هيك للناس مثل الحلويات، يمكن أن تتبتوهم في عود أسنان وكذلك تنشف من إيمو تظلها محلها حسنا نحن كهكتنا اليوم تكون خلصات يعني بسيطة، فكرتها جميلة جميلة أنا أحب رسمتي الخشب فعلاً أنا أحبها جميلة أيضاً يا ألاء كثير يعني بكل شيء أشبر بعض، أنا أعطي جميلة ثم لا تكون مع المهلبية مع الأحمر والأبيض مع الأحمر والأبيض هذه هي كيكتنا اليوم كيكتنا اليوم مع ختام الشهر الوردي نتمنى السلامة للجميع نتمنى كل الستات أنهم يتطمنوا على حالهم إن شاء الله لا أحد نضر ولا أحد يصبح معه ولكن دائماً نقول أن الفحص المبكر هو أحسن أمان للست ستقدر تأخذ العلاج بالوقت المناسب الله يحمي الجميع ويحميكم حبيباتي بدأ أتشكر ألا آمين يا رب